موسيقى الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علماً إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل الموجودة معكم يا أخوة الكرام على شاشة ونسعد بمداخلاتكم و لا يخفاكم يا كرام أن هذه تعتبر الحلقة أو الدرس أو البث الثاني لهذا المشروع الجديد وهو الكلام في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المناف صلواته ربي وسلامه عليه سبق وأسلفنا وتكلمنا عن شيء بسيط بما يخص نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تكلمنا عن عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد وذكرنا بعض الأحداث المهمة اللي حدثت في زمنه وفي وقته وذكرنا حادثة الفيل وشو اللي صار مع أبرها ثم تكلمنا عن قصة بئر زمزم وشو اللي صار بالضبط وأنه هم عبد المطلب أن يذبح ابنها عبد الله اللي هو والد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أخوة يا كرام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده أعمام وعنده عمات وأعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أخوة يا كرام ينقسمون إلى ثلاثة أقسم قسم أدرك الإسلام و دخل فيه و قسم أدرك الإسلام و لم يدخل فيه و قسم لم يدرك الإسلام أبدا القسم الذي أدرك الإسلام منهم ها قبل أن أتكلم يا كرام من من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام و دخلوا فيه كلكم يحفظهم لكن لعل الفكر بس الحين بعيد العباس بن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب هذول أعمام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء دخلوا في الإسلام وأدركوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلموا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقسم آخر أدركوا الإسلام ولم يسلموا ما بغوا يسلمون مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منهم أبو لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم وحام عنه ودافع عنه وفعل الفعائل نصرة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن للأسف ما دخل في دين الله عز وجل ولا يخفاكم الألم الشديد الذي دخل في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان واقفا على رأس عمه أبو طالب وهو يدعوه للإسلام وصناديد الكفر وكفار قريش على رأسه وكفين هو يقول له يا عم قل كلمة بس أحاج لك فيها عند الله قل لا إله إلا الله وهو ينظر إلى صناديد الكفر أبو جهل وغيره وينظر إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يقول له يقول لا إله إلا الله صناديد الكفر ما يقول له يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين أبائك وأجدادك وتتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فمات وهو على دين قريش وعبد المطلب ولم يدخل في دين الله عز وجل فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا عظيما ولكل يعلمه القسم الثالث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين ما أدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم وماتوا على ما كانوا عليه من دين أما عماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيضاء ويقال لها أم حكيم وصفية وعاتكة وبر وأروى وأميمة أسلمت من هؤلاء كلهم يا أخوة الكرام صفية هي التي دخلت الإسلام رضي الله عنها وأرضاها طيب أما ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالخلاف قائم مشهور عند أهل العلم هل ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول وقيل ولد في الثامن عشر من ربيع الأول وقيل ولد في رمضان على كل حال الخلاف قائم وهو معتبر وليس عليه دليل صحيح تحديد ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن المشهور اليوم عند الناس قاطبة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول هذا هو المشهور لكن ليس هناك نص قاطع الدلالة على أنه ولد في هذا اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن هناك فائدة أخرى أنا بخبركم ياها يا أخوة يا كرم وقد هذا الأمر يغيب عن كثير من الناس هل تعلم وهل تعلمين أنه صلى الله عليه وسلم بالإجماع بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة وبإجماع المؤرخين والمسندين أنه صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر من ربيع الأول هذا تاريخ وفاته بالإجماع بالإجماع أجمع على أنه مات في الثاني عشر من ربيع الأول لا يوجد خلاف في ذلك فاليوم لما تجد بعض الناس الذين يمارسون بعض الطقوس التي هي خلاف هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول لهم أنتم تمارسون هذه الطقوس وتفتخرون بها وتحملون وتفعلون وترقصون بيوم وفاته هذا يوم وفاته بالإجماع يا أخوة بالإجماع إذا كنتم تقولون أن هذا يوم ولادته فليس هناك نص قاطع على أنه ولد في هذا اليوم والخلاف قائم معتبر لكن أجمعت الأمة على أن هذا اليوم يوم توفى فيه رسول الله الثاني عشر من ربيع الأول فيليت أننا يا أخوة يا كرام ننتبه شوي ونعرف كيف ندير الأمور وكيف نمشي في هذه الحياة وكيف نتعامل مع هذه الأحداث الأمر الآخر يا أخوة يا كرام المهم أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الإثنين وهذا في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الإثنين قال ذاك يوم ولدت فيه نعم هو صحيح ولد في يوم الإثنين فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم هذا اليوم نعم صحيح لا يوجد خلاف على ذلك طيب تزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب خرجت وتزوجت عبد الله وحملت بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات أبوه عبد الله وهو جنين في بطن أمه النبي محمد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه يعني بعد أن ولد هو يسمي يتيما صلواته ربي وسلامه عليه وليتم درجات وأشد أنواع اليتم هو أن يموت أبوك وأنت جنين في بطن أمك وهذا الذي حدث له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل هذا الذي صار له تماما صلواته ربي وسلامه عليه كان خارج أبوه أرسله عبد المطلب أرسل عبد الله للتجارة لأحد بقاع الشام فمات في طريقه ولم يرى ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد رأى أبوه ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يا إخوة يا كرام العرب قديما كانوا إذا ولد عندهم الأبن أرسلوه إلى البادية حتى يتعلم الشجاعة ويتعلم الفصاحة ويتعلم اللغة ويتعلم المرؤة والكرام وقيل كانوا يأخذوهم إلى البادية بعداً عن الحاضرة لأن الحاضرة كانت فيها شيء من الأمراض والأوبئة وغيره وكانوا يخافون على عيالهم فكانوا يقولون لك يا أخي أننا نرسل عيالنا للبادية وكان هذا مشهور عندهم تماماً حتى يتعلم الأبن ما ذكرت لكم طيب اسمعوا هذه القصة التي ترويها لنا حليمة السعدية ما الذي حدث معها وهي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما أولد التي أرضعت هي من ثويبة ثويبة مولى من؟ هي مولات عم أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عند مولاه هذه أسمها ثويبة هذه أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أبو لهب يحب محمد صلى الله عليه وسلم وفرح لولادته فرحا شديدا حتى قيل أنه أعتقى ثويبة لهذه أمى موجودة عنده تشتغل عنده أمى أعتقها لوجه الله عز وجل فرحا بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثويبة هذه أخوة الكرام أرضعت اثنين من الصحابة عفوا أرضعت واحد من الصحابة غير محمد صلى الله عليه وسلم أرضعت رسول الله وأرضعت مع حمزة حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد الطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو عمه حمزة عم النبي محمد في نفس الوقت هو أخوه من الرضاعة فهي أرضعت ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وأرضعت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أخوه لذلك حتى لما مات حمزة قام أحدهم يريد أن يخطب بنت حمزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه ابنة أخوي حمزة أخوي من الرضاعة كيف تزوجون ابنت أخوي ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة وهو حديث قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يحرم من النسب يحرم من الرضاعة فبنت حمزة هذه بنت أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرفض صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يتزوجها بقيت ثويبة ترضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الأمهات الذين يأتون من البراري ومن البادية حتى يأخذوا الأطفال وينتقلوا بهم إلى البادية ويرضعوهم ويتعلموا ما ذكرت لكم اسمعوا القصة الغريبة العجيبة التي حدفت هذه المرضعات يأتون في يوم معين إلى مكان معين يستلمون فيه كل من يريد أن يقدم أبنائه لهذه المرضعات يجتمعون في مكان معين في تاريخ معين حتى يسلموا عيالهم لهذه المراضع جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمله وهناك أطفال كثر وجاءوا هذول الأمهات من مناطقهم من ضمن هذول الأمهات حليمة السعدية حليمة السعدية وهي من بني سعد لما جاءت كانت تركب حمار أعزكم الله وكان الزوجها يمشي ومعاه ناقة هذا الحمار كان هزيل هزيل حالة حالة والناقة كانت وحدة كذلك هزيل لا فيها ضرع ولا فيها لبن ولا حاجة كانت حليمة تركب الحمار وكان زوجها على الناقة الذين معهم النساء الذين معهم لما كانوا قادمون في الطريق حتى يحملوا الرضة على الأبناء الصغار كانوا يتقدموها وكانت حليمة متأخرة تماما بحمارها لماذا؟ لأن حمارها كان هزيل لا يمشي يدوبك يلا يلا يتحرك لما يوصل مكانه لما وصلوا الجماعة وترابعوا في المكان يا أخوة يا كرام وجدوا أن كل وحدة فيهم أخذ الطفل بقي من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنقل بين الناس وبين المرضعات يأبون يأخذوه ما حد يبقى يأخذه لماذا لا يبقوا يأخذه عسام وشا لماذا لا يبقون يأخذه لأنه يتيم هؤلاء المرضعات لما يأتون مبتني بس هذول يأخذون مقابل أنهم يرضعون ولدك مقابل نقد مال نحن نأخذ ولدك ونرضعه ونهتم فيه ونقصه ونعلمه ومقابل مبلغ مال محمد صلى الله عليه وسلم يتيم لا عنده أب هذا يعني من هو يعطينا عننا نحن فلوسه هذا أبوه ميت لا عنده أحد وفقارة فكانوا يصدون عنه كل ما يعرضوه لإحدى المرضعات ترفض كل إله ما أبغي تخيل كل وحدة فيهم أخذت لها واحد ونطلقوا فبقيت حليمة ما أخذت أحد وبقي محمد صلى الله عليه وسلم لوحده لا أحد أخذه هموا بالرجوع حليمة مع زوجها لا أحد بقى ترانا غير رسول الله وحده لا أحد رفضه ويأخذه فقالت حليمة لزوجها يا أخي شو رأيك نأخذ هذا الطفل لعل الله عز وجل أن يبارك فيه بقى فقال زوجها خذي عسى أن يبارك لنا فيه أخذوا هذا الطفل يا إخوة يا كرام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم أول ما شلت حليمة تقوى بتحط على صدرها تدفق اللبن من ثدييها و كان ثديها جاف ما فيه شيء من اللبن أبدا فانطلق الحليب وجلس الإبن يا رضع اللي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن شبع ثم أتى أخوه اللي هو ابن حليمة لأن حليمة لما جاي كانت شلم معها أصلا طفلها رضية فجلس يرضع الأبن كذلك إلى أن شبع فلما انطلقوا إلى الناقة هذه الناقة يعني هزيلا ما فيها شيء من اللحم ولا تخرج لهم شيء من اللبن لما أتوها وقد امتلأ ضرعها من اللبن جلست حليمة يشرب وجلس زوجها يشرب فقال زوجها لحليمة والله إنك يا حليمة أخذتي ووقعت على نسمة مباركة أنت طحتي لواحد مبارك نحن جايين شايفين الوضع صادرها ما فيها لبن حليمة والناقة ما فيها شيء ليش؟ لأن كانت سنة جدبا قحط ما فيها عشب ولا فيها حاجة فكانت النوق والغنام وغيرها ما تجد شيء تاكله حتى يعني تسمن وحتى تسوي حليب وغيرها فتعجبوا شافوا الوضع ليش طبيعي رجعوا شالين محمد صلى الله عليه وعلا آله وسلم ومعاهم ابنهم الصغير وزوجها معا هذه الناقة وانطلقوا ركبت حليمة هذا الحمار وركب زوجها الناقة وانطلقوا يمشون حتى أن حمار حليمة جلس يسبق من كان معهم لما جايين جايين مجموعة من النسوة معهم حميرهم منوقهم حليمة في الجية كانت متأخرى عنهم لأن حمارها هزيل وهم متقدمين فالرجعة سبقتهم كلهم قالوا لها يا ابنة أبي ذؤيب أهذه أتانك التي أتيتي فيها يعني هذا الحمارك نفسها لأن تتيتي ذي تقول نعم نعم هو لا كان هذا شيء أشأن تسبقهم وكانوا يقولوا لها اربع ابنة يا ابنة أبي ذؤيب يعني شوي شوي وعلى أنها ثلاثة أربعين ما قدروا يلحقوها فرجعت إلى البهادية واستقرت في مكانها ورأت من بعد ذلك البركة قد حلت عليهم تماما وكانوا يعني ابنها الصغير هذا ابن حليمة مش رسول الله ابنها الثاني الأصلي كان ما ينام من شدة الجوع يتقلب طوال الليل يبكي جائع ما عنده شيء يأكله سبحان الله مجيء محمد صلى الله عليه وسلم حلت لهم البركة وكان الغنم غنم حليمة لما تسرح إلى مكان حتى تأكل وتشرب تعود مليئة بالعشب وأكلت ما شاء الله حتى كان أهل البادي يقولون يعني شوفوا حليمة وين تأخذ غنمها أنتوا سيروا معاها خلوا غنمكم يأكلون هذه المرأة غنمها متباركة وأبلها متباركة وهم يذهبون مكان لآخر ما يجدون شيء يطعمون في حلالهم لكن حليمة كانت تجد الشيء الكثير ومن هنا بدأت بركة محمد صلى الله عليه وسلم تحل عليهم إنه محمد بأبي هو وأمي صلواته ربي وسلامه عليه كانوا من قبل هذول المرضعات كلما تمر ستة أشهر يشلون الطفل يرجعوه حق أبوه وأمه عشان يشوفوه كم يوم ويرجعوه من جديد إلى البادية هذه العادة كانت عند العرب تستمر سنتين وثنين سنة ثانية اثنان تستمر أخذوه فكانت حليمة كل ستة أشهر تروح حق أمه آمن ابنت وهاب حتى ترى ابنها محمد صلى الله عليه وسلم وتلعب معه وترى يومين ثلاثة ويرجع من جديد إلى البادية كمل السنتين فطموا محمد صلى الله عليه وسلم فطمة منعة من اللبن بدأ الرجل يعلموه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف وكيف الحين جل وقت أن يرجعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله يرجعوه لأهله انتهى وقت الرضاع سنتين وخلصت شو اللي صار حليمة شافت أن هذا رجل مبارك نحن لا نريد أن نفرط فيه نبغيه بعده يبقى معانا نبغيه بعده يعيش معانا هذا كيف نتركه حلت علينا البركة والخير من مجيه هذا الرجل فذهبت حليمة إلى آمنة بنت وهب قالت له يا بي هذا ابنت لكن أنا حقيقة خايف عليه من وباء مكة وباء الحاضرة الحاضرة وأمراض هناك منتشرة وكذا شو رأي تتخلي عندنا الأبن يعني إلى أن يشب ويكبر شوي هي بالغت بالقول شوي حليمة طمعا تبغي محمد يبقى معهم زيادة تبغي يجلس معهم زيادة لأن شابوا فيها خير من وراءه وبركة صلواته ربي وسلامه عليه وجلسوا يحاولون فيها يمين ويسار يمين ويسار إلى أن وافقت أن يبقى معهم صلى الله عليه وعلى ألي وسلم وعادوا إلى البادية ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم وجلس معهم سنتين ثانيات أخرى بعد ذلك حدث حادث عظيم خطير مهم قد سطر بالتاريخ لكن ما أخبركم الحين بعد الفاصل يا إخوة نعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شو اللي صار يا إخوة يا كرام في السنة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع لما وصل عمره أربع سنوات صارت لحادثة غريبة قد سطرت وكتبت وهي صحيحة اللي صار يا إخوة يا كرام أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان تخيلوا طفل صغير عمره أربع سنين يلعب مع الغلمان فنزل جبريل عليه السلام فمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصرعه فتح صدره أخرج قلبه وغسله بماء زمزم ثم عاده إلى مكانه وانطلق قال هذا نصيب أو حظ الشيطان منك هذا نصيب وغسله حتى يزيل من قلبه حظ ونصيب الشيطان منه الغلمان الصغار لما رأوا الحدث خافوا انطلقوا مباشرة ذهبوا إلى حليمة السعدية قالوا بي تعالي الحقي إن محمدا قد قتل محمد قد قتل ومات لما صارت تخيلوا رجل ينزل جبريل الملائكة تتشكل وجبريل كما سيأتي معنا إن شاء الله جدام الملائكة تتشكل الملائكة أحيانا تأتي على هيئتها أحيانا تأتي على هيئة بشر أحيانا تأتي على هيئتها الحقيقية فهني جبريل جاء على هيئة إنسان نزل طبيعي جدا مسك محمد صلى الله عليه وسلم فتح صدره أخرجه وغسل قلبه وأخرج منه نصيب الشيطان ثم أعاده فلما عادت أخبروا حليمة وعادت حليمة جد تبغي تشوف محمد صلى الله عليه وسلم فرأت أنه وضعه مش طبيعي فخافت حليمة على محمد صلى الله عليه وسلم وأعادته مباشرة لأمة يأبي يخذي ولدك والموضوع ما يطمن وهذا الأبن وراه حاجة أعادت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمة وعاش مع أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنتين لماذا سنتين؟ بعد سنتين لما كان عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ست سنوات ماتت أمة شوفوا البلاء لما تتكلم عن البلاء لما تتكلم عن اليتم هذا اليتم هنا اليتم مات أبوه وبعد ما شافه ما كملت أمة معه سنتين تربي أربع سنوات عايش مع حليمة ترضع وكان يتنقل فالأربع سنين تشوفه كم من يوم بس بين الستة أشهر والأخرى ثم يعود إلى حليمة عاد مع أمة عاش معها سنتين وماتت أمة كيف ماتت أمة؟ خرج خرجت أمة حملت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تزور قبر أبوه عبد الله أخذت معها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الطريق بالعودة مرضت أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماتت وكانت معها في هذا السفر كان معها جده عبد المطلب وخادمتهما واسمها أم أيمان كانوا معها فدفنوا أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق وكان صلى الله عليه وسلم كما جاءت بعض الرواية كان يقول أمي أمي يعني دعونا نرجع معنا معاي أمي فتخيلوا يعني صلى الله عليه وسلم كم مر فيه من بلا وكم من مر فيه من محن وكم ذاق من الويلات في هذه الدنيا والمصائب ما لا يتحملها فينا أحد اليوم يعني يتيم الأبوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليتيم تطلق على الإنسان الذي فقد أحد أبويه ولم يبلغ بعد وهذه المعلومة قد تغيب عن البعض البعض يظن كل من مات عنه أم أو أب ماتوا عنه يسمى يتيم والصحيح لا اللي يموت عنه أحد والديه وهو بعده صغير ما بلغ الحلم ما بلغ هذا يسمى يتيم هذا يسمى يتيم لكن واحد بلغ وماتت أمه ومات أبوه هذا لا يسمى يتيم محمد صلى الله عليه وسلم تحقق فيه اليتم بل أشد أنواع اليتم حيث أنه مات أبوه وهو جنين في بطن أمه وكما أسلفت أن اليتم درجات وأشد أنواع اليتم أن يموت أبوك وانت جنين في بطن أمك وهذا اللي صار لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادوا إلى مكة ودفنوا أم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يتألم ويتعب صلوات ربي وسلامه عليه ثم انتقلت رعاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جد عبد المطلب هذا عبد المطلب عاش وشاف أحداث كثيرة في دنياه وفي حياته كان رأس في مكة حادثة إبرهة وزمزم وذبح يريد أن يذبح ابن عبد الله والحين هو بنفسه يدفن ابنها عبد الله عفوا يدفن زوجت ابنها عبد الله مات عبد الله وفيه حي بعد عبد المطلب وماتت زوجة عبد الله اللي هي أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم انتقلت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم من أمه إلى جد عبد المطلب وجلس معه جد عبد المطلب يربي سنتين إلى أن بلغ سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات مات جد عبد المطلب ثم انتقلت رعاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جد عبد المطلب إلى من؟ إلى عمه أبو طالب وعاش وترعرع وكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه عمه أبو طالب إلى أن أصبح يافعا رجلا قويا صلواته ربي وسلامه عليه إذن هو عاش أول أربع سنوات مع حليم السعدية ثم عاش من أربع سنوات إلى ست سنوات مع أمه آمنة بنت وهب ثم من ست سنوات إلى ثمان سنوات مع جده عبد المطلب ثم بعد ذلك انتقلت رعايته إلى عمه أبو طالب إلى أن شبه وأصبح ياني عن صلواته ربي وسلامه عليه لما بلغ عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل 14 وقيل 15 سنة يريد أن يخرج عمه أبو طالب للتجارة للشام وسمعوا معي هذه القصة أبو طالب يبغي يروح بروحه ومعه أصلا هو مجموعة من الأبناء وكان فقيرا ويشتغل بالتجارة وكان يحب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسفر للتجارة للشام كان يأخذ منهم وقت ويأخذ منهم جهد ويأخذ منهم شيء الكثير أنت تتكلم عن واحد راكب ناقة ويمشي من مكة إلى الشام يتاجر كان يحتاج وقت وقت طويل لذلك كانوا من قبل الأجداد إذا ساروا للحج ويعودون إذا عادوا يقيمون الدنيا فرحا وإهلالا ويذبحون ويسوون ليش؟ لأن هذه نعمة عودتك أنت أصلا من الحج سالم لأنه كانوا يذقون المتاعب والمشاق حتى يقضوا هذه الفريضة فريضة الله عز وجل فعبد المطلب يطالع رسول الله أشلم معه أخليه أشيله أخذه أنا رحت أنا بطول متى برجع من هناك فكان متردد ثم بدأ له أن يأخذ معه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم راح أخذ معه محمد صلى الله عليه وسلم شيء من الفتية وانطلق يريد الشام للتجارة في طريقه كانوا يمرون إلى أحد الرهبان وهذا رجل يسمى بحيرة بحيرة الراهب هذا رجل يتعبد الله عز وجل بالنصرانية لكن هذا كان يخالف التعاليم التي كانت في الكنيسة يومها ما كان يقول أن الله ثالث وثلاثة وما كان يقول أن عيسى بن الرب ما كان يقول هذه الأشياء حتى أن الرهبان الكبار اللي كانوا في زمانه ما يحبوه لأنه كان يخالفهم ويصادمهم شو سووا فيه أطردوه أطردوه وانطلق إلى سيناء يريد أن أجلس في سيناء ويتعبد الله عز وجل على ما هذا الراهب الكبير خاطب الرهبان اللي في سيناء قال هذا الرجل موجود عندكم بيفسد ويعمل ويعمل أطردوه من سيناء فطرد طرد من سيناء ثم انطلق هذا الرجل يا أخوة الكرام وشاف له بقع في جزيرة العرب و جلس فيها يتعبد الله عز وجل في صومعته بحيرة الراهب المكان اللي هو فيه هذا المكان تمر منه دائما قوافل التجارة اللي رايحة و اللي جاية و كفا وصلت قافلة أبو طالب مروا على بحيرة الراهب فاستدعوه قلت تعال تفضل يبوني ضيفونك منولي يبغي ضيفة بحيرة الراهب جلس يبغي ضيفة و ضيفة قال معك أحد قال لا معك أحد غير هؤلاء قال نعم معي ابنني تركته مع متاعي معي ابن تركته مع متاعي من هذا اللي هو تركه مع متاعه محمد صلى الله عليه و على آله وسلم قال ممكن تجيبه أنا أبغى أشوفه فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم صغير عمره 14 سنة 15 سنة فلما جاء ماذا قال بحيرة الراهب قال إنكم حينما أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا لم يبق حجر و لا شجر إلا وخر ساجدا و إنه في كتبنا أن في هذا الوقت سيخرج نبي و هذه لا تسجد و لا تخر إلا لنبي فجلس بحيرة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن خاتم النبوة الأنبياء الله عز وجل جعل لهم علامة شيء يسمى بخاتم النبوة و هي مثل قريبة بحبة الخال حبة الخال تكون في كتف من؟ في كتف النبي بين كتفيه هنا تحت مثل حبة الخال يقدر حجمه مثل بيضة الحمامة شيء بسيط يبين فيه شوية شعيرات هذا يسمى بخاتم النبوة فرأاه بحيرة الراهب و قالوا و هذه صفة من صفات الأنبياء و هي موجودة في هذا الرجل والله إنه لنبي مرسل وسيد العالمين ارجعوا به ولا تذهبوا إلى الشام فإني أخاف عليه اليهود اليهود يعرفين بغدرهم و مكرهم فخاف بحيرة الراهب أن اليهود يقتل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجاب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم و حمل النبي صلى الله عليه وسلم و عاد من جديد إلى مكة و كنسل هذه الرحلة اللي كان رايح لها إلى الشام هذه من هنا بدأت يعني المؤشرات إلى بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومها كان صلى الله عليه وسلم صغيرا و دعيا في بيت عبد الله بن جدعان و عبد الله بن جدعان هذا رجل قد عرف بالكرم و الجود و العطاء حتى أنه مشهور عنه أنه كان يطعم الحجيج و يصنع لهم الثريد و كان يتكفل هو لوحده بإطعم حجيج بيت الله عز وجل كلهم حتى جاء في حديث أظنه في صيح لما مسلم تقول عائشة للنبي صلى الله وسلم يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان يعني كيف كان كريمان و يعطي العطاء و ينفق و و يفعل أينفعه ذلك عند الله شيء؟ أينفعه ذلك عند الله شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا لا ينفعه ذلك عند الله شيء إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئة يوم الدين ما أسلم؟ لم يدخل الإسلام مات على وضعه يعني كانت هذه سجية و فطرة فيها أنهم يكرمون الناس يعني هذه خصال طيبة و حميدة و يتمنق الإنسان أن يتصف فيها وأعظم صفة وأنا سبق وتكلمت في هذا البرنامج أعظم صفة يتخلق فيها الإنسان صفة الكرم والجود والعطاء و كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ينفق عطاء من لا يخشى الفقر الذي قدامه و الذي وراه فعلينا أن نتصف بهذه الصفة أنا أتعجب من البعض اليوم اليوم تجد البعض يبني بيتي ديد يقول لها ما أقوم بعمل ميلس الآن من يزور أحد و لا أحد يزور أحد هذه العبارة موجودة اليوم يقول لك أنا ليش اليوم أسوي ميلس و أتعب لا يحتاج لا أحد يزور أحد هذا الزمن لا يا شيخ زيارات موجودة ادعو الناس و ارفع سماعتك و اتصع اخي القلقون قربوا عندي البيت بتتعشون بتتغدون شوف بيونة كلها لكن لا نبادر اليوم في مد يد الكرم و الجود و العطاء للناس لا أحد يريد أن تدقب بيتي افتح لي بيتك لو سمحت تغدني عندك و لا أتعش عندك لا أحد الخطارة المر لكن الانسان صاحب الأجويد و الكرم و الجود لا يتريح احد يدقب بيتي و اروحه يرفع السماعة و تسع اخي القلق قربوا عندي البيت بتتغدون بتتعشون بتتفاولون حياكم الله هكذا الانسان الكريم فلا تقول لا تبني ميلس و لا أحد تبييك قول أنت ما عزمت الناس عشان أيوك البيت هذه مسألة مهمة تغيب عن الكثير للأسف الشديد المهم نبعد نوايد عبد الله بن جدعان أقام حلف يسمى بحلف الفضول هذا الحلف اجتمعوا عليه بعد أهل قريش أهل مكة وهم من بنه هاشم وبنه المطلب وبنه أسد وبنه زهرة وبنه تيم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان هذا الرجل اللي قلت لكم عنه اللي كان متصف بالكرم والجود اتصفوا اجتمعوا على أن يناصروا كل مظلوم وأن يساعدوا كل محتاج سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة حتى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه حديث ماذا قال؟ قال حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت وما أحب أن لي به حمر النعم دعيت إلى حلف الفضول لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت وهذه نقطة لا بد أن ننتبه لها اليوم أن نصرة المظلوم ما تقتصر على مسلم ولا تقف على من هو على دينك ومذهبك وطائفتك ومنطقتك وفريجك ودولتك لا يجب على الإنسان لأن هذه إنسانية ومروءة ونخوة أن الإنسان ينصر الظالم أينما كان والظلم حرمه الله عز وجل على نفسه و جعله بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالظلم يجب للناس أن تتناصر فيما بينها لدفع الظالم مهما كان كان على دينك على غير دينك تجد اليوم بعض الدول تعجبك فزعاتها يقفون مع المظلوم لنصرته و هو على غير دينهم و هو على غير مذهبهم و هذا يجوز شرعا بل أجره عند الله عز وجل و يحبه صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم و لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت لو دعاني أحد أني أقوم و أنصر المظلوم و لو كان على غير ديني لا أجبت لأن حلف الفضول لما وقع لما صار وين صار صار في مكة ما كانت لم يبعث صلى الله عليه و على آله وسلم اتفقوا و اجتمعوا على نصرة المظلوم كائنا من كان و كان الناس يعبدون أصنام كان الناس يومها يا أخوة يا كرام يعبدون الأصنام و كانت الأصنام قد ملأت الكعبة و بيت الله الحرام و مع هذا اتفقوا و تآلفوا و اتحدوا على نصرة المظلوم فيجوز أن الإنسان بالعكس شيء جميل جدا أن الإنسان يعني يمد يد العون لنصرة المظلوم و الأخذ بيده و الوقوف معه و رد الظالم عنه هذا الحلف شهده صلى الله عليه و على آله وسلم في ذاك الوقت كبر صلى الله عليه وسلم ثم اتجه إلى رأي الغنم مقابل قرار ريض كان يأخذها عن أهل مكة تخيل نبي الأمة محمد صلى الله عليه و على آله وسلم يشتغل عند الناس راعي غلم و إن هذا اليوم اللي يقول أنا لا يمكن أتعين و لا يمكن أتوظف إلا إذا أعطوني مدير و إن هذا اليوم اللي يقول أنا لا 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 إذا ما تعطوني نايب مدير ما أقبل إذا مش رئيس قسم سامحوني نبي الأمة خير الخلق خير من دب على الأرض أفضل خلق الله على الإطلاق كان يرعى الغنم لقرار ريض دراهم يأخذها من أهل مكة تخيل معي شون أطلع أنا و أنت حتى قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله و كأنك رعيت الغنم قال نعم و ما من نبي إلا و قد رعى الغنم و تربية الغنم و الملائكة الأنبياء لما اتجهوا لتربية الغنم لعل لهم في ذلك حكمة لعل الله عز وجل يريده في ذلك حكمة شو في حكمة؟ أين نعم في حكمة بعد الفاصل يا أخوة الكرام أخبركم شو هي الحكمة من تربية الغنم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين الله عز وجل له حكمة في أن الأنبياء تتجه لتربية الغنم لماذا لا تتجهد لتربية الأبل لتربية البقر لتربية المواشي الأخرى لماذا الغنم؟ الغنم يا أخوة يا كرام هي أكثر تفلت من باقي الدواب الغنم تتفلت وحدة يمين وحدة يسار تركض أسرع حركتها أسرع من الأبل لذلك تجد رعاة الأبل يرسلون لرعي الأبل طفل صغير طفل صغير يمشي معه ليش؟ لأن حركة الأبل و شرودها قليل جداً لا تتحرك كثيراً للأبل تتمشي خبيب إلا الغنم الغنم فيها تفلت كثير فقالوا لعل أن الله عز وجل أريد أراد أن يروض أنبياءه كيف يتعاملون مع البشر يخرج لك واحد من حرف يخرج لك واحد جاد واحد يركض وراك واحد يمين فأنت هنا تتصف بالليل والشفقة والرحمة وتعرف كيف تحتوي هذه المواشي وكيف تمشي معك واحد يقول الآن ما يعني البشر مواشي لا يا أخوة ليس هذا المقصد المقصد ترويض النفس لإدارة كل ما يريد في هذه الحياة كانت مواشي كانوا بشر كانوا أخوان كانوا أخوات كانوا أبناء كيف يديرهم ففعلاً تجد أن رب الماشي والرب المواشي تتصف قلوبهم بالرحمة واللين والشفقة فيهم شيء من الحنان أما أهل الأبل تجد فيهم القساوة والغلظة نوعاً وهذا مشاهد ما يستطيع أحد ينكره اليوم فمن الحكم إذن أن يروض النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعيش ويتعايش مع هذه المخلوقات وكيف يستطيع أن يديرها وكيف يستطيع أن يمشي معها هذا كله تمهيداً لقبل النبو و لقبل البعثة لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة و ثلاثين حدث أمر مهم وهو أن أهل مكة هموا لهدم الكعبة هدم الكعبة هنا ليس المقصد فيه هدمها و إزالتها لأمر ما لا أرادوا هدم الكعبة و إعادة بنائها من الجديد لأنها تهالكت و تساقطت كثير من أطرافها فقالوا شو رأيكم نهدم الكعبة و نرجع نبنيها من جديد يعني على قولتهم نعمل لها صيانة فكلهم خافوا خافوا ليش لأن هذول الناس أدركوا ما صنع الله عز وجل بأبرها و العهد قريب ماذا فعل النبي الله عز وجل بأبرها أباده لما أراد هدم الكعبة فقام لهم الوليد من المغيرة قال يا جماعة الخير فيه فرق أبرها يريد إزالتها إهانتها أحن لن نريد إلا الخير أحن ما نبغي إلا الخير نحن نبغي نفعل الخير في الكعبة المقصد أن نعيد بنائها يعني لصيانتها و تعظيمها و مكانتها فقالوا لأن تبدأ أن تبدأ فيها فكل واحد يطالع الثاني قام الوليد من المغيرة و حمل فأس و ضرب الكعبة سقط شيء من أطراف الكعبة ثم قالوا لهم قوموا نهدم الكعبة عشان نشتغل يلا فامتنعوا قالوا لا 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 ننتظر حتى تصبح شو باشر صف لعل الله عز وجل ينزل فيك عذاب في الليل مش العين يا جماعة قال لا لا للصباح يصير خير الصباح رباح على قولتهم في الصباح شافوا أن الأمر طيب و ما في شيء تحركوا جميعا ليه هدم بيت الله الحرام و هدمواه تماما ثم اتفقوا و اجتمعوا جميعا على أن يعيدوا بناء الكعبة و يجمعوا له المال و اشترطوا أن لا يدخل المال لبناء الكعبة إلا مال طيب بعيد عن الربا و بعيد عن الحرام و بعيد من مال الزنا و و و و شوف يعني هم كانوا كفار و يعبدون الأصنام ولكن يعرفون الحلال و الحرام فيه مثل هذه الأمور الربا و غيرها هذا كان موجود من قبل فجمعوا المال و اشتغلوا لبناء الكعبة انتبهوا معي يا أخوة يعني افرضوا أن هذه هي الكعبة هذه هي الكعبة طيب حطها هنا على الطاولة ما بتبين ولا خلني أشرح لكم بالطاولة أفضل رجعوا الكاميرا و رأي شوي عشان تطلع الطاولة تماما أبغي أشرح لهم أمر مهم جميل بالطريقة هذه شوفوا يا أخوة لما جمعوا المال لبناء الكعبة جمعوا قامت الكعبة ارتفع بنيانها قصرة النفقة أهل مكة ما استطاعوا يتموا الكعبة تماما شو صار من هنا لن هنا هذه زوايا الكعبة من هذه الزاوية لن هذه الزاوية تركوا جزء من الكعبة وهو ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل و إسماعيل بعيد عنه و ما لعلاقة بهذا الحجر و ليش يسمى اليوم هذا حجر إسماعيل أنا ما عارب هذا يسمى بالحجر يسمى بالحاطين يسموه هكذا أهل مكة من قبل لما قصرت بهم النفقة بد الله يبنوها على قواعد إبراهيم من هنا إلى هنا بنوها من هنا إلى هنا هذا الجزء اللي تبقى هو اللي يسمى اليوم بحجر إسماعيل و هو ليس بحجر إسماعيل و ما لعلاقة إسماعيل لكنه جزء من الكعبة هذا جزء من الكعبة و يسمى بالحاطيم تركوه و بنوا الكعبة من هنا إلى هنا قامت الكعبة بالطريقة هذه بقى هذا الجزء فاضي ليش؟ لأن النفقة قصورت عليها أقاموا الكعبة تماما ثم اختلفوا اختلفوا من فينا اللي بيحمل الحجر الأسود و بيضعه في مكانه الحجر الأسود كما جاء في الحديث أنه نزل من الجنة و كان أبيض ناصع البياض أشد من بياض اللبن إلا أن خطايا ابن آدم هي اللي سودته خطايا الإنسان هي اللي سودت هذا الحجر لتراوه اليوم و اللي هو أبيض نازل من الجنة اختلفوا من فينا اللي راح يحمل الحجر و يضعه هناك اختلفوا كذا ثم قالوا نترك أول داخل يدخل لنا من هذا الزاوية بيأتي لنا الحين بنخليه الحكم بيننا و موافقين قالوا يلا موافقين شو يقول لمن اللي جاينهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الأمين حتى يسمى من تلك السنين بالصادق والأمين ما يعرفون عليه إلا الخير صلواته ربي وسلامه عليه فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوف من هنا تبدأ تعلم مدى ذكاء هذا الرجل ذكي صلواته ربي وسلامه عليه فقال لنخرج من الخلاف الموضوع بسيط فشلح عن ردائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكان يلبس و أتى بالقبائل كلها و قالوا يلا تعالوا كل واحد فيكم يمسك زاوية من هذا الرداء كل القبائل مسكت زاوية و وضعوا الحجر بالنص و مشوا به إلى أن وصلوا بيت الله الحرم الكل حمله معنات الكل شارك بوضع الحجر إلى مكانه ثم حمله صلى الله عليه وسلم هو بنفسه و وضعه في مكانه كما ترون اليوم فشارك الجميع ببناء بيت الله الحرم قال صورة النفقة في هذا الوقت و تركوا البيت مثل ما أسلفت لكم في زمن عبد الله بن الزبير لا عفوا في السنة الثامنة من الهجرة قالت قال النبي صلى الله قالت عائشة يا رسول الله يعني ليش ما ندخل الحجر و نبنيه و نضم مع الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم توة توة يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من جديد فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية بكفر لهدمت الكعبة و لبنيتها على قواعد إبراهيم قواعد إبراهيم من هنا إلى هنا هذه قواعد إبراهيم لأن البيت من هنا لهنا قصرة النفقة قصر البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن أهل مكة يقولوا شوفوا هذا محمد توة جاي بدين جديد و أول ما بدأ بدأ و أهان الكعبة و هدمها و ما يبغي هدمها و يبنيه على قواعد إبراهيم و قواعد إبراهيم من هنا إلى هنا لكن بسبب النفقة قصرت فأصبحت الكعبة من هنا إلى هنا فقال لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم أنزين ومشى ولم يهدمها صلى الله عليه وسلم في زمن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير منه قتله حجاج بن يوسف الثقافي هو الذي قتله رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن الزبير شو يقول لعائشة خالته عبد الله بن الزبير منه أمه أمه أسماء أسماء بنت منه بنته وبكر الصديق فهي أسماء أخت عائشة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنده أخته أسماء منه زوجها زبير من العوام منه بينهم عبد الله بن الزبير هذا عبد الله بن الزبير في زمنه يا أخوة قام وقال لقومه يا جماعة الخير أن محمد صلى الله عليه وسلم قد امتنع من إتمام بيت الله الحرام بسبب قصر النفقة وأنا اليوم عندي فلوس وعندي مال ونحن في خير في ساعة نبغي نهدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم من هنا إلى هنا مبمن هنا إلى هنا من هنا إلى هنا فأشاوره قال نترك البيت كما هو والناس أسلمت على هذا البيت وشافوا على وضعه كذا فقال لا والحين قال باستخير الله عز وجل لثاني يوم وخبركم ثاني يوم جاء قال أنا هدمت أنا عزمت وراح أهدم الكعبة وفعلا هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم من هذا؟ عبد الله بن الزبير بن الكعبة من هنا إلى هنا على قواعد إبراهيم قامت وفتح لها بابين وارتفعت وقيله هو أول من وضع الأقمشة هذه وعلى بيت الله الحرام الكعبة طيب شو اللي صار ذهب الحجاج بن يوسف الثقافي وقال لعبد الملك بن مروان قال له هذا ابن الزبير ترى من راسه فعل هذا الفعل وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم والحين قال لا نرجع الكعبة كما كانت في زمن محمد زمن محمد كان الحجر برع في زمن عبد الله بن الزبير أدخل الحجر في الكعبة الحجاج بن يوسف الثقافي قال لعبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير من راسه سواه هذه خلونا نهجم الكعبة ونرجع نبنيها كما كانت عفوا أخذ بكلامه وراح لك عبد الملك بن مروان وهدم الكعبة وارجع ابنيها من أول وجديد كما كانت وآخرجوا الحجر خارج الكعبة قامت الكعبة كما أسلفت ثم سمع عبد الملك بن المروان أن رسول الله قال لعائشة لو لأن قومك حديث عهد بجاه لي لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم حتى قال عبد الملك أهو قال ذلك محمد قال نعم قال والله لو كنت أعلم لما هدمت الكعبة فعادت الكعبة كما تراه اليوم في زمن الخليفة العباسي هموا لهدم الكعبة وبنائها من جديد على قواعد إبراهيم اللي هي من هنا إلى هنا ماذا فعلوا ذهبوا الإمام مالك وقالوا له شو رايك نهدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم ماذا قال الإمام مالك قال والله إني أخشى أن يكون بيت الله الحرام العوبة في أيدي الأمراء العوبة في أيدي الأمراء كل ما يجي أمير قال لك أنا أهدم وابني بطخل حجر إبراهيم بداخل حجر إسماعيل بداخل لا بطلعة لا بدأ يصبح بيت الله الحرام العوبة بأيدي الناس كل واحد وشورى وكل واحد ورايا وكل واحد وكذا فأخذوا بي قول الإمام مالك وبقي بيت الله الحرام كما تروه أنتم اليوم من زمن العباسيين إلى يومنا هذا بيت الله الحرام كما هو وإلا الصحيح أن هذا الحجر اللي تروه اليوم هو جزء من الكعبة ولكن قصرت النفقة وأدخلوه وأخرجوه من الكعبة وأقاموها ولو تركوا بيت الله الحرام كما فعل عبد الله بن الزبير لكان كما بنه إبراهيم عليه السلام ولكن الحجاج وما أدرك ما الحجاج يا إخوة يا كرام لنا معكم لقاء آخر وأحداث أخرى رح نتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من بداية البعثة ومن الذي حده وين صار وشو اللي صار وين كان يتعبد وجبريل وأحداث طويلة وعريضة سنلتقي بإذن الله عز وجل الأربعاء القادم وأنا أسعد بتواجدكم وبيمتابعتكم شكرا لكم شكرا لكم جميعا متابعين الكرام أخوات الفاضلات الأخوة الفضلاء مخرجين تحت الهواء إلى اللقاء القريب شكرا لكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة